اليوم لدينا خمسة تمارين قصيرة وبسيطة لممارسة اللغة الإيطالية كل يوم في 30 دقيقة كيف يمكننا التحسين مستوانة في اللغة الإيطالية إذا لدينا فقط نصف ساعة في اليوم؟ أول تمارين أحصل على أي كلمة وشكل عشر جمل مع هذه الكلمة على سبيل المثال إذا لديك كلمة كازا وهو بيت ممكن تحاول أن تضع هذه الكلمة في عدة جمل أمية جملة بسيطة جدا صح؟ هذا البيت خاص بي حين خلينا نحاول أن نزيد مثلا كمان بعض الصفات كل كازا كل فنستر فردي أمية بعدين نحاول نضيف بعض الأفعال أريد أن نذهب بعض الأفعال التي نرى في الجملة السابقة مع بعض فنقول مثلا السبب di mia sorella sorella باردو كلمش فنها هول هلي finestre rosse هلي finestre rosse هنها هول كنها finestre verdi هيرنا شوية finestre rosse e le porte marroni finestre porte هنستمر مرح ي Georg هؤلاء هؤلاء هل میخدا هل منك فرثت هل منك فردي ريد سرعة مرحل سرعة هاد سرعة يوجد osed ها هم والجملة الأخيرة يعني تأخذوا كلمة أي كلمة وتحاولوا أن تصيغوا جملة فيها أنوا تكونوا جملة بها 15 كما استطعتوا ولهذا الفيديو رح أترب منكم أنكم مثلا تعملوا ثلاثة جمل بكلمة التمرين الثاني سجل نفسك وأنت تقرأ نص قصير باللغة الإيطالية أو قصة قصيرة باللغة الإيطالية ثم سجل نفسك بينما تحاول أن تلخص محتويات النص والقصة بس أهم شي يعني تحاول تلخصوا محتوى النص برضو باللغة الإيطالية وتسجلوا وممكن بدلا عن ذلك تشوفوا فيديو قصير باللغة الإيطالية عن أي موضوع وبرضو نفس الحقيقة تحاولوا تقولوا تجيبوا الملخص لهذا الفيديو باللغة الإيطالية وتسجلوا نفسكم التمرين الثالث اختار ثلاث كلمات تشوعية من كاموس أو كتاب وتختار أول كلمة تشوفها اللي ما تعرفهاش وحاول أن تبحث عن معنى الكلمة هذه بكاموس إيطالي إيطالي في البداية يعني جرب أنه تشوف إذا بتستطيع أن تفهم المعنى إذا شرحوا لك بالإيطالي إذا ما استطعتوا طبعا ممكن تشوف بالإيطالي بالكاموس إيطالي عربي والفرق ما بين هذا التمرين وأول تمرين إنه في التمرين الأول بتحاول تستخدم كلمات أنت قد تعرفها أما هنا بتحاول تتعلم كلمات جديدة وتستخدمها على طول علشان ما تنساهاش التمرين الرابع نمرا كواتروم استمع إلى حوار قصير باللغة الإيطالية وحاول أن تكتب نص الحوار كرر الحوار كل ما أردت أو أحتاجت إلى ذلك حتى لو كنت غير متأكد من كيفية تهجئة الكلمات حاول وإبدل قصر جهدك لأنه هنا الهدف هو التدريب على السمة في أيضا موقع لطيف اسمه إيطاليانو بيرسترانياري ممكن تحصلوا فيه بعض الحوارات الصوتية رح يفيدكم برضو الموقع هذا إيطاليانو بيرسترانياري اختار موضوعا مثل الرياضة الأسرة المدرسة البحر العطلات الغداء كورونا ويكتب حوار بسيط بين شخصين حول هذا الموضوع يعني بغض النظر إذا كان الحوار بسيط وإذا كان هناك أخطاء يعني مش مهم يعني حكاية أنه يكون فيه أخطاء إملائية وفي النح وفي الكتابة مش مهم الحاجة المهمة هو أنه بهذه الطريقة رح تتعلم كيف تترحل الأسئلة وتتحدث عن هذا الموضوع مهما كان بس رح تشوف مثلا أنت فعلا إيش نوع الأسئلة اللذي ممكن يسألوك حول هذا الموضوع وإيش الأسئلة اللذي ممكن تسمعها أو اللي ممكن تجاوبها قبل ما تكون في حوار حقيقي وهذا التمرين رح يساعدكم على تكوين جمل في وقت أكثر وبعفوية أكثر في المحادثات الحقيقية اليومية لأنكم خلاص قد كنتم اتدربتوا على التحدث حول هذا الموضوع فهذه كانت الخمسة التمرين يمكنك أن تخصص 30 دقيقة كاملة كل من هذه الأنشطة أو أن تختار أكثر من نشاط يوميا مثلا تختار 3 نشطة واللي كل نشاط تختار له 10 دقائق وتخصص أنه كل يوم تعمل لمدة نصف ساعة أحد التمرين هادي همشيت تبرمجوا نفسكم على أنكم تتكلموا وتتواصلوا باللغة الإيطالية كل يوم بتشوفوا أنه هذه التمرين فعالة و بتكون صعبة استخدمتوا تمارين غير هادي استخدمتوا أساليب غير هادي في حياتكم اليومية و عندكم تمارين تانية ممكن تنصحوا بهالناس شاركونا مي تاليكاتكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر